ترجمة نانسي قنقر مجلس الوزراء وأضاف سعادته في كلمة مملكة البحرين أمام الدور الخامس والخمسين لمجلس حقوق الإنسان إن مملكة البحرين ترحب بالاجتماعات الدورية لمجلس حقوق الإنسان وتعتبرها فرصة ثميلة لتسلط الضوء على التقدم المحرز والإنجازات التي تحققت في دعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية مبينا أن جهود المملكة الراصخة لتعزيز حقوق الإنسان تشمل مبادرات رائدة مثل إصدار الأحكام البديلة وبرامج السجون المفتوحة إضافة إلى استمرار المملكة في حصولها على المرتبة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السادس على التوالي ومؤسرة هيئاتها الرقابية الفعالة عملها الحقوقي بروح من الشفافية والانفتاح الكاملين شهد العام الماضي تقدما ملموسا وفاعلا في الحفاظ على أعلى معايير حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مملكة البحرية وضمان تنفيذها بشكل متكامل وتجسيدها على أرض الواقع ونحن فخورون بأن هذه المبادئ والقيم التي تتمسك بها المملكة تمثل جزءا أساسيا من النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتشمل جهود مملكة البحرين الراسخة لتعزيز حقوق الإنسان مبادرات رائدة مثل إصدار الأحكام البديلة وبرامج السجون المفتوحة التي أصبحت نموذجا متميزا لإعادة تأهيل المدانين بارتكاب جرائم لإدماجهم في المجتمع كما أن استمرار المملكة في حصولها على المرتبة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لمكافحة الاتجاب البشر للعام السادس على التوالي هو شهادة على التفاني في دعم حقوق الإنسان وقد واصلت هيئاتنا الرقابية الفعالة والمستقلة عملها الحقوقي بما يتماشى مع واجباتها ومسؤولياتها الواضحة والفعالة وبروح من الشفافية والانفتاح الكاملين كما أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن حجر الأساس في التزام المملكة بتعزيز حقوق الإنسان والاستمرار بتنفيذ خطتها الوطنية بهذا الشأن مشيرا إلى ما أكدت عليه الخطة من أهمية حقوق التضامن وتعزيز قيم العيش المشتركة وثقافة السلام والحوار أن استمرار مملكة البحرين بتنفيذ خطتها الوطنية لحقوق الإنسان والتي تحدد أولويات مشاريع حقوق الإنسان في المملكة مع أهداف محددة بوضوح ومعايير أداء قابلة للقياس يعتبر حجر الأساس في التزامنا بحقوق الإنسان وقد أكدت الخطة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية حقوق التضامن وخاصة تعزيز قيم التسامح والعيش المشترك والتي كان لمملكة البحرين الريادة في إطلاق العديد من المبادرات الكبرى لتعزيز ثقافة السلام والحوار والتعايش والتفاهم بين الأديان والمعتقدات والدول والشعوب وفي الشأن الإقليمي أشار سعادة وزير الخارجية إلى ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من واقع مؤلم مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء المأساة المؤلمة في قطاع غزة مؤكدا أن الأمن والسلام في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل الدولتين إن مملكة البحرين على قناعة تامة بأن المجلس حقوق الإنسان دورا مهم وحاسما في دعم الحق في السلام للجميع دون استثناء وتحديدا في سياق المأساة المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وفي قطاع غزة مؤخرا لكن أبرزت الأحداث الأخيرة التي يعيشها القطاع الحاجة الماسة إلى توجيه نداء جماعي لا لبسه فيه إلى إسرائيل لوقف اطلاق النار واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أرواح المدنيين وتجنب التصعيد وانهاء هذه المأساة المؤلمة ودعوة الطرفين لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين فورا إن مملكة البحرين تؤمنوا أن تحقيق الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط أمر بالغ الأهمية لصالح جميع شعوبها وهما لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال حل الدولتين